مرحبا بكم عزيزي المشاهدين هذه إحاطة يومية بآخر مسجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم أهلا بكم الأحصات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم لأن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 64 مليون وتسعمائة وثمانين واربعون الفان وثممائة وثلاثين وعشرين إصابة في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى قرابة مليون وخمسمائة وألف وخمسمائة وخمسمائة وثلاثين حالة وفا من إجمالي الإصابات أما حالات الشفاء فقد بلغت نحو 45 مليون وثلاثة واربعين ألفا وخمسمائة وخمسمائة وخمسين حالة شفاء وكما تشير الخريطة بداية من الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت 14 مليون وثلاثمائة واربعين ألفا ومائتين وخمسين وستين إصابة أما الوفيات فقد بلغت مائتين وتسعين وسبعين ألفا وثمانمائة وسبعين وستين بالانتقال على الخريطة إلى الهند سجلت الهند تسع مليون وخمسمائة وأربعين وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعين وستين إصابة أما الوفيات بلغت في الهند مائة وثمانين وثلاثون ألفا وستمائة وسبعين وخمسين حالة وفا من الهند إلى البرازيل التي سجلت ست مليون واربع مائة وستين وثلاثين ألفا وستمائة وخمسين إصابة أما الوفيات فيها بلغت مائة وأربعين وسبعين ألفا وخمسمائة وواحد وثلاثين حالة وفا بالانتقال إلى الصين سجلت ست وثمانين ألفا وخمسمائة وسبعين وستين إصابة أما الوفيات فيها بلغ أربعة ألاف وستمائة وأربع وثلاثين من الصين إلى إيران على الخريطة سجلت تسعمائة وتسع وثمين ألفا وخمسمائة وثان وسبعين إصابة مؤكدة أما الوفيات بلغت فيها أو بلغ فيها ثمانين وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعين بالانتقال إلى تركيا سجلت إصابات مؤكدة سبعمائة ألف وثممائة وثمانين أما الوفيات فقد بلغ فيها أربعة عشر ألفا ومئة وتسعين وعشرين بالانتقال إلى دول جوار ليبيا البداية من مصر حيث سجلت مصر مئة وستة عشر ألفا وسبعمائة وأربع وعشرين إصابة أما الوفيات في مصر سجلت ست ألاف وستمائة وستين وستين بالانتقال إلى تونس سجلت تونس تسعين وتسعين ألفا ومائتين وثمانين أما الوفيات فيها بلغ تلاتة ألاف وثلاثمائة وتسعين وخمسين ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 2464 أما الإصابات سجلت 85.084 المغرب شهد تسجيل 364.190 حالة إصابة أما الوفيات 5.985 باقي الدول العربية سجلت سعودية نحو 357.872 إصابة الوفيات 5.919 العراق سجلت 554.767 إصابة الوفيات سجلت في العراق 12.306 وفيات الإمارات العربية المتحدة استقرت أعداد الإصابات فيها عند 172.751 وبلغ عدد الوفيات 585 وفاة أوروبا بالانتقال إلى إيطاليا سجلت 1.641.610 إصابات أما الوفيات فقد سجلت 57.045 إسبانيا تجاوز عدد الإصابات فيها 1.680.533 أما الوفيات فقد سجلت 45.748 بلغ عدد الإصابات في ألمانيا 1.85.661 أما الوفيات بلغت 17.359 فرنسا بلغ حصيلة الوفيات أو الإصابات فيها 2.244.635 أما الوفيات فقد سجلت 53.816 بريطانيا بلغ عدد المصابين فيها 1.659.256 أما الوفيات فقد سجلت 59.699 من الخريطة إلى الوضع الوبائي المحلي أعلن المركز الوطني مكافحة الأمراض وفق التحديث اليومي للوضع الوبائي للفيروس تسجيل 12 حالة وفاة و760 إصابة مؤكدة بين جديدة ومخالطة يرتفع إجمال الإصابات في عموم ليبيا إلى 4.8349 متابع سبعة واثنتان وستون إصابة بين جديدة ومخالطة أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحسب بيانه رقم 266 لنتائج الإربعاء من أصل 5120 عينة وصلت إلى 14 مختبرا تابعا لها الإصابات التي أعلن عنها المركز جاءت بواقع 527 عينة منها جديدة و235 لمخالطين ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم ليبيا إلى 4.849 إصابة أعلى أرقام المصابين كانت في طرابلس بواقع 325 حالة تليها الزاوية المركز بتسعين حالة ثم تليها مصرات ب76 حالة لمخالطين وبخصوص حالة الوفاة الأخيرة وبحسب تحديث المركز فتم تسجيل 12 حالة وفاة متأثرة بالفيروس توزعت على 9 مدن مختلفة ليصبح إجمالي حالات الوفاة في ليبيا 1212 شخصا في عموم البلاد أما حالات التعافي من الفيروس فسجل المركز 592 حالة تماثلت لشفاء ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 55304 أشخاص ووثق هذه البيانات يصبح في ليبيا 28333 حالة نشطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اختتمت في المعهد التقنية الفانية المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بإتراغن امتحانات الدور الأول لتخصصات الكهرباء وتبريد والتكييف وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة نتابع التفاصيل باستعداد الموافق وبإجراءات مشاددة تواصلت أيام امتحانات الدور الأول في المعهد التقنية الفنية المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بتراغن واستمرت بسلاسة ويسر وفق الخطة الاحترازية لمكافحة انتشار عدو الوباء بين الطلبة والكادر التعليمي القائم على تسيير هذه الامتحانات تسيير العمل ماشي على ما يرام إن شاء الله والأمور تمام إن شاء الله من حيث طرق الوقاية من الكمامات من أجهزة طبية كلها متوفرة إن شاء الله وعدد الطلبة طبعاً يتفاوق إن شاء الله في الستين طالب منهم منقسم الكهرباء منهم منقسم تبريد وتكشيف إن شاء الله ومن حيث اللجاء المشرفة كلها متوفرين إن شاء الله ولجنة الامتحانات كلها تخدم إن شاء الله على ما يرام تجاوز الامتحنون عدد الستين طالباً تم تقسيمهم إلى ثلاث لجان وفق قواعد تباعد والمسافات الأمنة لمجابهة الفيروس نقوم باستدام الورقات الإجابة من لجنة المشرفة عن امتحانات وعن مقسمات إلى ثلاث لجان لجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة ونقوم بحصر الطلبة على ما استوى اللجان المقسمة ويتم تقسيم الدرجات برموز صرية ومن خلال رموز صرية يتم استلام نتائج الطلبة واحدة من مهمات اللجان كانت متابعة لجنة الرصد لعملية الامتحانات وضمان استلام ورقات الإجابة من اللجان المشرفة برموز سرية ورصد الدرجات للمتحنين والخروج بنتائج تقيقة وقد شهدت الامتحانات انضباطاً من الطلبة والتزاماً من لجان الإشراف فقال لوائح والإجراءات المتبعة تستمر عملية الرصد والمتابعة للوضع الوبائي في بلدية سواني بن آدم حيث قام وكيل وزارة الشهون الجمعية بحكومة الوفاق بجولة فاقودية داخل مركز العزل بمركز تأهيل ذوي الإعاقة متابعة تفاصيل في طر متابعة سير العمل وتجهيز مركز العزل الصحي للأشخاصي ذوي الإعاقة الذي يتم هذه الأيام بمركز شهداء سواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة قام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بجولة تفقدية داخل مركز العزل بمركز تأهيل ذوي الإعاقة خلال مركز تأهيل وعادة تأهيل معاقين سواني ندرس اليوم في إمكانية أن نحن نتحصل على هذا الجناح لتجهيزه بالتنسيق مع وزارة الصحة ليكون مركز عزل للأشخاص الذوي الإعاقة وشملت هذه الزيارة غرف العزل وكذلك معمل التحليل وغرفة العناية الذين تم تحويرهم وسيتم تجهيزهم بالمعدات بتنسيق مع اللجنة الاستشارية المركز حقيقة من المراكز المهمة التي تقوم بدور كبير جدا في التهيل وإعادة التهيل يوجد في المركز هذا مركز العزل للأشخاص الذوي الإعاقة المركز العزل للأسوية في نفس الاتجاه نتجه لتجهيز مركز للأشخاص الذوي الإعاقة الأول سيكون في الصواني بإذن الله والثاني سيكون في بنغازي المركز يعتبر الأول الذي يتم تجهيزه للأشخاص ذوي الإعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية حيث وصلت نسبة تجهيزه إلى 70% قم عدد من المتطوعين في مدينة سرمان بتعقيم وتطهير المدرسة المركزية في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا نتابع هذا التقرير في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وخوفا على تلاميذ من انتشار الفيروس في امتحانة الشهادة الاعدادية قامت شعبة الهلال الأحمر اللي بي سرمان بحملة تطوعية لتعقيم وتطهير مدرسة سرمان المركزية اليوم عندنا زيارة للسادة في الهلال الأحمر وبأمانة مجهودات جبارة ناس تعمل بقلب وربية بأمانة ما مش مكسرين وطبعا زارونا اليوم داخل المدرسة للاطلاع لإجراءات الاحترازية لقائم مباحل المدرسة واللجنة للحفاظ على الطلبة ويأتي التعقيم للمحافظة على المدرسة والتلاميذ من فيروس كورونا وكذلك المحافظة على التلاميذ من الأمراض السارية والمعضية نحن نعتبر اليوم من المتواجدين من ساعات الصباح الباكر داخل مدرسة قلعة من قلعة مدرسة سرمان معروف مدرسة سرمان المركزية مخرجة أجياء من أطباء من مهندسين من أنشط سنة 1926 مخرجة أجياء ماشاء الله يعني كان استقبالهم طيب لنا بعد التعقيم تم توزيع المطهرة والمعاقمات والكمامات على التلاميذ وقياس درجة الحرارة قبل دخولهم للفصول الدراسية يعتزم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبايو تحضير لحفلة عيد الميلاد لتسعمائة شخص في العاصمة الأمريكية واشنطن برغم من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في البلاد بومبايو استعدوا للتحضير لهذه المناسبة تزامنا مع تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية مايقرب من 2700 وفاء خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية وستقام الاحتفالية في الخامس عشر من ديسمبر الجاري في غرفة بنجامين فرانكلين التابعة للوزارة وفقا لصحفة واشنطن بوست فيما يقول المدير مركز العدوى والمنع في جامعة كولومبيا حفلة كهذه وفي مكان مغلق تسبب خطرا على مستويات عدة وتعتور الولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة البلد الأكثر تسجيل للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم يجمع صرح كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان لوكالة رويترز بأن منظمة الصحة العالمية لا تعتقد أن هناك كميات كافية من لقاحات كورونا ستمنع زيادة الإصابة بالعدوى من المرض خلال الفترة التي ستمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر مضيفا أنه لن تكون لذى منظمة عمليات تطعيم كافية لمنع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر الثلاثة إلى ستة المقبلة دعينا الناس إلى مواصلة التباعد الاجتماعي واحترام الإجهات الأحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس وفي ذات الصياق رحب خبراء أمريكون في قطاع الصحة بموافقة السلطات المعنية في بريطانيا على اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر للوقاية من كوفت ناينتين في مؤشر على أن الجهات التنظيمية الأمريكية قد تتخذ نفس الخطوة قريبا في محاولة للسيطرة على الجائحة مع استمرار تزايد حالات الإصابة المملكة المتحدة أول دولة في العالم تقر اللقاح الذي طورته فايزر مع شركاتها الألمانية بيونتك بريطانيا قالت أنها ستبدأ بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المرض مطلع الأسبوع المقبل ما من شأنه أن يزيد ثقة الشعب الأمريكي المشكك في عملية التطعيم ضد كوفيت 19 في وقت يستعد فيه مسؤولون أمريكيون لعملية تطعيم ضخمة تعيد لذاكرة حملات مكافحة شلل الأطفال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بعد أن وصلت معدلات دخول مرضى كورونا للمستشفيات في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة مواصنا الفيروس ارتفاعه القياسي في الانتشار لليوم الرابع على التوالي مقتربا من 100 ألف حالة يوميا وفقا لإحصاءات رويترز وفي تلك الأثناء تقلد الطواقم الطبية التي تعاني من ضغط زائد منذ فترة طويلة مع إصابة أفراد منهم بالعدوى وعلى الرغم من أن الصين وروسيا بدأت أيضا حملات تطعيم بلقاحات تم تطويرها محليا إلا أن المعايير الطبية البريطانية أقرب لمعايير الولايات المتحدة بما يشكل مستوى إضافيا من التقاة لكن التجربة البريطانية لن تؤثر على الأرجح في موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على لقاحات بعينها إذ تركز في ذلك على بيانات التجارب السريرية لكل لقاح خلال حوار حول البيئة مع رئيسة في ديل المنصة لبث الأفلام الوثائقية عن المناخ أطلق الأمير البريطاني هاري تصريحا لفات فيه الأنظار عندما قال إن جائحة فيروس كورونا هو عقاب من الطبيعة ودعا الأمير هاري إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ وفقا لما صرحت به وكالة رايترز وسبقا أدل الأمير هاري بتصريحات مماثلة عندما أدل بصحبة زوجته بأرأيهما في قضايا عن العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في نهاية مارس وانتقالهما إلى كاليفورنيا صورة اليوم من برشلونة لحفل موسيقي للنباتات في محاولة لزيادة الوعي بأهمية الجمهور بعد الإغلاق نتيجة تفشي كورونا ترجمة نانسي قنقر ختم نشرة تطورات كورونا حول العالم المزيد تابعونا عبر الموقع الالكتروني 18.tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار إلى اللقاء المزيد تابعونا عبر المزيد ترجمة نانسي قنقر المزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر